في الوقت هنروح مع حضراتكم مجموعة من الأخبار الخفيفة من برا مصر ونبدأ من فيتنام مجموعة من المدونين الشباب في فيتنام قعدوا 365 يوم سنة كاملة عشان يصنعوا سيارة من الترازات المشهورة جدا اعتمدوا على الخردة والطين الفيديو زي ما حضراتكم شايفين كده بيظهر في جميع مراحل صناعة هذه السيارة نحته الخطوط اللي الطينية للعربية وبعد كده جيه معاد نحت الجسم بالكامل الموضوع كان صعب طبعا بالنسبة لهم خاصة في المراحل الأخيرة اللي بتحتاج دقة كبيرة جدا في النحت عشان تخرج العربية طبق الأصل للعربية الأصلي بس حلوة قوي يعني متقنة قوي طبعا تستهدت 365 يوم بس طين في الآخر يعني مجاس بشكل كده طين وخلاص بس يعني فن برضو يعني صعبة ويعني أنا مش عارف أنا عجباني يعني الفكرة عجباني مش كمان فكرة العربية ممكن احنا بنشوف مجسمات كتير طبعا يعني مش مش أول مرة بس فكرة الدقة نفسها في صنع العربية الألوان كمان هلوة طبخينوا لخبر تاني هتروح للمملكة المتحدة في هناك أعمال فنية بتباع فسيأعمال فنية مش اللي احنا معتدين عليها أعمال فنية لكلبة بقيمة 15 ألف جنيه سترليني صاحبة الكلبة اسمها ليزا كيت وكانت بتعلمها إزاي ترسم برجليها المفاجأ ان الكلبة اللي اسمها آيفي اللي حضراتكم شايفينها دي في الصورة كان عندها استجابة سريعة جدا وتعلمت الرسم فعلا وفي حوالي أسبوع كانت احترفت الرسم ودلوقتي لوحات آيفي الكلبة بتتباع ب15 ألف جنيه سترليني الكلبة دي بتعمل لوحة ب15 ألف جنيه سترليني اللوحة ب15 ألف جنيه سترليني يعني ربنا بارك لوحة من قلبك طيب مجموعة من الولماء اكتشفوا مؤخرا كائم جديد لم يسجل على سجل الأحفوريات في حدث لم يشهدوا العلماء من 100 سنة الكائن ده شبه حاجة اسمها الأوبي بيانيا من أصناف مفصليات الأرجل زي ما حضراتكم شايفين الكائن الجديد المكتشف حير العلماء بسبب صفاته الغريبة زي وجود مثلا خمس عيون برزة زي ما هو موجود مع خرطوم غريب كده أجواف طالع من راسه عشاء وهو بيعيش في قاع البحر خلال عصر الكامبري يعني من حوالي 497 مليون سنة مشهدينة دي كانت مجموعة من الأخبار الخفيفة واللطيفة من مختلف أنحاء العالم خلينا نحصل بقصة تسريحة خلال الخبر بتاع الكلبة ده أوه أنت مأثر فيك قوي ها يعني أنا حاسك فيه بيكسامه كتير قوي بس هي فنانة يعني بتتعب وعندها موهبة أنا مقدم الفن الحيالة طيب شكرا أنا أريد فنوز بس مغير موهبة فعش